عمل خيري دؤوب متواصل تمتد ايديه الى بقاع عدة ففي لبنان ودعم للاجئين السوريين ومد يد العون لهم في مختلف المجالات افتتح مجمع مدارس غراس الامل لتعليم اللاجئين السوريين بمساهمة من بيت الزكاة الكويتي وتفاعلا مع الكوارث الطبيعية ارسلت جمعية الهلال الاحمر الكويتي فريقا ميدانيا الى اندونيسيا لتوزيع مساعدات اغاثية على المتضررين من موجات تسونامي اضافة الى وجود فريق ميداني للجمعية في الهند لتوفير الاحتياجات الاساسية للمتضررين من الامطار الموسمية والفيضانات كما اعلنت جمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية تجهيز عدة قوافل شتوية تستهدف اماكن مختلفة دعما لهم في فصل الشتاء المقبل في حين دشن سفير دولة الكويت لدى جمهورية البانيا والمحال لجمهورية كوسوفو فايز الجاسم عددا من المشاريع الخيرية الكويتية في كوسوفو ولم يقتصر النشاط الاغاثي الكويتي على الخارج بل امتد هذا الاسبوع الى الداخل حيث اعلنت جمعية الهلال الاحمر بدأ حملة توزيع المساعدات الغذائية والاجهزة الكهربائية والملابس على الاسر المتعففة والمسجلة في كشفات الجمعية ودبلوماسية طالبت الكويت المجتمع الدولي امام الدورة الثامنة والستين للجنة التنفيذية لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بضرورة اتخاذ موقف دولي موحد لمعالجة هموم اللاجئين والنازحين وفي نيويورك اكدت الكويت امام اللجة الثالثة الاجتماعية والانسانية والثقافية للجمعية العامة للامم المتحدة ضرورة التصدي لظاهرة عدم المساواة بجميع ابعادها للقضاء على الفقر والنهوض بالتقدم الاجتماعي اشتركوا في القناة